مرحبا بكم حبايبي برج الدلو قراءة او توقعات بشكل عام رح نشوف اول شي طاقطت هاي الفترة كيف حتكون برج الدلو كتير عشت تحديات يمكن بالاشهر الماضية ولكن انا بشوف لك من فترة صغيرة يعني يمكن من الشهر الماضي بلشت يمكن الامور تحلو على ما اظن كمس القراءة او بلشت انت تغير نفسيتك يمكن فطاقطت كيف حتكون هذا الشهر اها هذا الشهر رح يكون مليء بالخلينا نقول النعم مش امنيات اه في في اموال في شغلات رح توصلك هدايا يمكن اه ممكن على المدى المعنوي ممكن نحسبها انه اه كمان هاد الكرت بشوفه كتير عاطفي في امنيات بالحب رح تتحقق انت رح تركز اساسا على الجانب العاطفي هذه الفترة لا اراديا اه عم بيظهر لك اما شخص جديد او شخص قديم عم بتكون مركز على هذا الموضوع هذا الشخص رح يكون يعني اه خلينا سوري خلينا نحكي انه شخص مميز شخص اه لك فترة ما التقيت بحدا مثله عم بتعيش مشاعر جديدة ما عشتها من قبل لسا خلينا نشوف شو الوضع لفترة الجاي بشكل عام اه وراء كتير حلو اه عم بشوف في اه في موضوع عملية في اه لانه طلعوا وراء بعض كمان في اشخاص انت كنت معاهم على خلاف هدول اشخاص على الاغلب من ابراج هوائية او ترابية اه عم بتكون اه ممكن مائية على فكرة بقوة اه ممكن تكون هدول الاشخاص بابولك نوع من الارق من التخويف قوافوك اه او يمكن افقدوك الامان انك تعطي امان الاشخاص اه تانين اه دخلتوا مع معركة انت وهذا الشخص او هدول الاشخاص خلينا نقول شخص اه دخلت اه معركة كان هو خسران انت خسران فيها التنين اه عم ولكن بشوف اه تنين يعني ما في قره او بوض بناتهم يعني انا بشوف هذي المشاكل عم بتكون اه بلا يعني مائلها داعي او امور صغيرة عم تكبر اه بدون اي اه سبب يذكر اه عم بشوفك من بعد هذا الموضوع تعرضت لارق لتعب انطوائية معينة سببت لك ممكن اه مسألة صحية او اه بالاساس انت عندك يمكن مشكلة عضوية او اه صحية فعم بشوفك اه على سرير الشفاء يعني اه عم تستشفي من هذا الموضوع وممكن يكون طاقة سلبية انت اه اتعرضت لها اه خليني اذكر الطاقات قبل ما انسى الطاقات في ميزان في تور في اسد قوس اه في ام هدول اكتر شيء اه في عنا الابراج الترابية مبينة الهوائية كتير الترابية طبعا اه فضيعة كتير اه ما اي موجود اه فخلينا نرجع لموضوعنا صارت اه مشكلة كبيرة صارت فضيحة صارت خلينا نقول يمكن محكمة يمكن شغلة كبيرة صارت عندك يا دلو اه حبيبي بعدين من بعدها يعني او رح تصير عندك اه هاي المحكمة لكن على نجاح انت اه معاك خلينا نقول جميع المؤهلات او جميع القوة لحتى تكون عندك نجاح بهذا اه الموضوع عم بشوف فيه فرصة حمل اه حمل بالنسبة لا اه 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 ادلو ان كان نساء ادلو او رجال ادلو فيه نسائهم عندهم اه فرصة حمل قوية جداً صاهرة بكرتين اه في اه نجاح للاولاد نجاح للاطفال في سعادة للازواج عم تجدد اه بناتهم المشاعر بطريقة حلوة عم برجعوا مثل المراهقين عم بشوفهم اه حتى بالنسبة للناس المتباعدين اللي قلنا فيه ممكن تكون مشاكل اه عندهم هاي المشاكل طبعا ممكن تكون في العمل وممكن تكون في الصعيد العاطفي على الصعيد العاطفي اذا كانت بالعمل اه فهو اه شخص او اكتر من شخص اه ولكن بعديها طوالي فيه انتصار على هذا الشخص اه في هاي الفترة اذا كان على شكل اه على الصعيد العاطفي فانا شايف انه هذا شخص اه سبب لك كثير ازا سبب لك كثير اه هو نفسه عنده مشاكل أيضا مع الآخرين سبب لك طعن ممكن يكون علاقة ثالثة أو غدر من نوع معين ولكن شايفتك عم تشغل حالك بالشغل أكتر بشكل عام عم بشوفكم تشتاؤوا لبعض بشكل فظيع ولكن كلكم يعني أنت ويا عم بتكابروا ما حدا راضي أنه يرجع للتاني بسبب المشكلة يمكن الكبير اللي صارت أو الطلاق ممكن يكون هذا الكرت يعني بشوفه شي كبير فبشكل عام بشوف الورق مبشر بالخير ولكن مع شوية تحذير يعني مع شوية تحذير من أي أمور ما نحاول نكبر الأمور نحاول نمشي المواضيع ما نحاول ندقق أو نكبر المشاكل وخاصة في العمل شايفي فرصة عمل حلوة جديدة للأشخاص اللي ما بيشتغلوا من برج قدلوا خلينا نشوف أكتر على العاطفة آه في رجوع لمشاعر كانت خلص ماتت وانتهت في كان بالماضي في علاقة سلاتية في طرف تالت كان ممكن يكون أم الشريك ممكن يكون أخت الشريك في أنثى بالموضوع كانت داخلة تخرب هون حتى بتحاول كانت تعمل شغلات يعني اللي هو أي شيء يطلع بيدها تحكي تعمل شغلات ما بعرف بس شايف في زي ما بيقوله فشل عندها في هذا الموضوع لأنه كل كروتك جميعها إيجابية عاطفية بشكل فصيع جدا شايفة إنه يعني ما برف في في اقدام أو في اقبال من الطرفين على على العلاقة شايفة إنه ممكن تبنوا بيت ممكن تعملوا بيت شايفة في طبخة زاكية يعني ممكن تطفقها للحبيب أو العكس القراءة ممكن تكون عكسية شايفة استشفاء من بعض الأمور اللي كانت مزعليتكم بينكم بين بعض الكلام الجارح اللي سببتوه لبعض في فيه إعادة يعني فيه تصفية أمور فيه تصفية حسابات فيه أعدة فيه ترتيبات عم بتسير شايفة هدول الأشخاص اللي من برجة دلو شايفة فيه عندهم زواج هاي الفترة أو خطوبة على الأقل شايفة فيه تتويج لهاي العلاقة بشكل حلو بشكل سريع يعني من بعد ما كان بطء فيه كتير فيه الأمور آآ شايفة عندهم زي كان نهاية قبل فترة نهاية لموضوع نهاية اللي قلنا يمكن يكون طلاق آآ زي قبل شوي أو شغلة ولكن شايفة فيه زواج أيضا عندهم هاي فترة فشي كتير آآ حلو فيه ناس آآ عم آآ بالناس آآ للناس اللي العزاب أيضا في آآ شخص ممكن يكون آآ مائي أو هوائي أكتر آآ هذا الشخص أو من اي برج تاني يعني ممكن انه يدخل حياتك آآ تعطيه فرصة من بعد آآ محاولات منه لدخول حياتك عم تعطيه فرصة وعم بيكون هذا آآ هاي العلاقة يعني عم بتتتوج بفترة أصيرة لآآ آآ زواج طيب خلينا نشوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم على شو عم بيركز أو شو ممكن تكون في عندك تراكمات أو شغلات أوه تحقيق لأمنية قديمة ومشيت انت فترة عنها وخلص صارت ورا ظهرك آآ لها يمكن اكمن شهر يمكن لا مش اكمن سنة اكيد يعني بس امني الى اكمن شهر على الاكيد آآ عم بشوفها عاطفية اكتر ممكن تكون عملية لكن انا بقتنع انه هذا الكرت عاطفي آآ ممكن انها تتحقق اذا على الصعيد العاطفي خلينا نشوف اذا في تحذيرات آآ معينة لبرج الدلو او مو شر تحذير يعني اي كرت تاني آآ نفس الكرت اللي قبل شوي طلع آآ مثل دعوة او نصيحة لتنظيف حياتك في اشخاص آآ مش وسخين يعني في اشخاص عم بيضيفوا طاقة سلبية لحياتك آآ عم يمكن يحسدوك يمكن انت عم بتدخل حياتك اشخاص عطالعوا وعالنازلة يعني عم بتأمن للعالم آآ عم آآ فبيقول لك نظف حياتك شوي شوي نظف آآ المحيط اللي انت فيه فيه اشخاص ما بيحبوكوا انت على علاقة منهم فبيقول لك هذا الكرت مثل تحذير بيقول لك انه بعد هدول الاشخاص عن طريقك او نظف آآ طريقك من هدول الاشخاص شوف ازا فيه نصيحة بيقول لك بليف الماجيك آآ كون مؤمن بالمعجزات وكأنه فيه معجزة راح تحصل لك ونالك قبل شوي فيه امنية راح تحصل لك بيقول لك بس امن بالمعجزات ما تظل لك تحكي انه لا انا حاصي مش تمام لا لا انا كل هادا التوقعات هيكزب الامور كلها لا مش هيك مش صح كل حياتي انا مش تمام مش عارف ما تحكي هاي الشغلات بيقول لك بس امن بالمعجزات وانت راح تشوفها فالمطلوب منك بس انك تآمن يعني بس البليف خلينا نشوف كمان هم بيقول لك هذا الشهر راح تدخل متل مغامرة يمكن مع شخص جديد على المستوى العاطفي اه المهم راح تدخل مغامرة ممكن تكون كمان على الصعيد المهني انت داخل مغامرة او شي فبيقول لك عيشها بكل تفاصيلها اه انبسط عيش المغامرة عيش ممكن تكون على فكرة ترب او رحلة انت طالع فيها مسافر فيها شايفي في سفر عندك يمكن لداعي السفر للسياحة للامور هاي فبيقول لك بس انه عيش اللحظة عيش التفاصيل اللي كتير هتكون حلوة اه حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي وغود لك لايكم كلكم باي